العلاقة بين بغداد وقليم كردستان وبين حكومتيهما على وجه أكثر دقة وتحديدا شهدت منذ عام 2003 تذبذبا وبدا وجزرا كان عنوانه الرئيسي الخلافات حول مسائل مفصلية متعددة تلك الخلافات لم يكن الدستور العراقي على الرغم من دقته ووضوحه في المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين قادرا على وضع نهاية لها الكثير من المراقبين والمهتمين بالقضية يجزمون بأن الخلافة خضع في أحيان كثيرة للأمزجة والأهواء وتبدل الوجوه والقيادات في بغداد والإقليم توالت العديد من الشخصيات على إدارة الدفة في الموقعين لكن حلول الجميع كانت مرخلية اعتمدت تأجيل الأزمات لا خلها باتفاقات تعالج جزءا من الملفات وتتغاضى عن إيجاد اتفاق نهائي وشامل وبعيدا عن توجيه الاتهام لأي جهة بالمسؤولية عن الخلافات المتعلقة بقضايا المناطق المتنازع عليها والنفط وتصديره ووارداته ورواتب العاملين بالإقليم وغيرها فإنما لا يمكن إنكاره أن المتضرر الوحيد من الخلاف هو المواطن البسيط الذي يحمل على أكتافه جريرة مشكلات لم يكن طرفا في خلقها أو استمرارها وفود تبادلت الزيارات وتصريحات تباين فحواها بين التفاؤل مرة والتشاؤم حول أي حل قريب مرات أخرى واتهامات من كل طرف لطرف آخر بشأن تسببه بالأزمات كل هذه الأمور هي التي تصدرت المشهد طوال سنوات مضت تأخر حل المسائل العالقة ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي والمعاشي للموظفين والعاملين في الإقليم منذ العام 2015 العام الذي شهد تصعيدا في وطيرة الخلاف وما تبعه من تداعيات ساهمت في تعقيد الأمور أقصى ما يأمله المواطنون هو أن يبعد القادة متطلبات الحياة اليومية عن معادلات السياسة وحسابات فرض الرأي والأمر الواقع فأبناء الوطن الواحد قادرون على تجاوز أي خلافات في حال توفر النوايا الحسنة والصادقة في تقريب وجهة النظر بين الشركة الوطن الواحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر